الحمد لله وكفاه الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الدرس الثاني عشر من كتاب التربية الإسلامية بالصف الأول ثانوي بفرعي العلمي والأدبي بعنوان القيم التربوية في السيرة النبوية الجزء الثاني تحت فرع القيم المهارية الدرس الماضي كنا أخذنا القيم التربوية في السيرة النبوية الجزء الأول وأخذنا عن القيم الإيمانية والقيم الأخلاقية والسلوكية نقف اليوم مع قيم المهارية القيم المهارية مفهومها أو أهميتها هي المعايير نحكينا منقبل أن التعريفات لا بد نحفظهم كأفكار القيم يعني معايير القيم يعني معايير إذن هي المعايير طيب، هاي بتحلق بإيش؟ معايير تتعلق بالإمكانات المكتسبة لدى الإنسان إيش يعني إمكانات مكتسبة؟ يعني إمكانات تعلمها سو아 تعلمها من المجتمع أو تعلمها بدولات أو غل ذلك إذن معايير تتعلق بالإمكانات المكتسبة لدى الإنسان إيش بتساعده على إيش أو إيش فائدتها إذن تساعده على تسهيل سبل حياته التكيف مع المجتمع كيف يتعامل معه مهار التواصل وكذا تكوين علاقة إيجابية مع الآخرين تسير سبل الحياة كالتعلم، التواصل، القيادة، الحوار وغيرها إذن هذا هو تعريف القيم المهارية أو أهمية القيم المهارية وكذلك من قبل، مثلاً في سؤال يمكنك بيّن أهمية القيم الإيمانية أهمية القيم الأخلاقي والسرقية، أكتب لهم التعريف طيب، اعتنى الإسلام أو اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالقيم المهارية خلنا نشوف كيف اعتنى لأننا نتكلم عن القيم المهارية في السيرة النبوية بدنا نشوف كيف اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالقيم المهارية هذه مظاهر اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بالقيم المهالية مظهر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على اكتشاف مهارات الصحابة وتنميتها وإتقانها ومحسن توظيفها إذن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهذه الأمور الثلاث أنه أول شيء يكتشف المهارة الموجودة عند الصحابة الأمر الثاني ينميها الأمر الثالث يحسن توظيفها صلى الله عليه وسلم وخلينا نشوف أمثلة هناك أمثلة واقعية من حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المثال الأول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذب جبل وأبا موسى العشاء رضي الله عنهما قاضيين على اليمن كل واحد على جهة من اليمنين لماذا؟ هذا سؤال وزاركا لمعرفته بمهارتهما في القضاء النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف مهارة القضاء عند معاذب جبل وعند أبي موسى العشاء ماذا يعمل فيها؟ نماها بعدين أتقنها ووظفها صلى الله عليه وسلم ووظفها كيف أن أرسلهم يمارسوا هذه الهواية الموجودة عندهم وهذه المهارة الموجودة عندهم مثال ثاني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة لنشر الإسلام مع أنهم هذوا الكلام شباب صغيرة يعني مش إش كبير ولا ختائرة هم شباب صغيرة مصعب بن عمير أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لنشر الإسلام أيضا سؤال وزالي علل ذلك لمعرفته بمهارته في إقناع الناس بالحجة وبالفعل كان مصعب بن عمير إليه شوائد كثيرة جدا في إقناع مع أنه شاب صغير في إقناع سادات المدينة المنورة حتى بعد سنة رجع مصعب بن عمير للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما تركت بيت ولا منزل في المدينة إلا دخل فيه الإسلام فكان جاهز أرض الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم طيب مثال ثالث حسان بن ثابت عنده مهارة الشعر استثمرها النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة الإسلام إن صلى الله عليه وسلم يطلب بأنه أكتب أشعار وإلقيها تتكلم عن الكفار كيف أنهم ضعاف وكيف أنه إحنا أقوية وكذا وإلى آخره حتى يدب الرعب في قلوبهم المثال الرابع مثلا زيد بن ثابت زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم عرف عنده مهارة اللغة مهارة اللغة أنا أحب يهتم باللغات الأخرى فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعلم السريع نية هاي النبي صلى الله عليه وسلم الآن عرف مهارته نماها وظفها استثمرها صلى الله عليه وسلم أنه يتعلم السريع نية ليش حتى يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من كتب بهذه اللغة وللعلم أنه عادة بأنه زيد بن ثابت لما ودى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم هاي اللغة اللغة السريع نية يتعلم معها كمان لغتين كله في غضون 15 يوم خلينا نشوف أمثلة على المهارات أو نماذج المهارات أو القيمة المهارية في السيرة النبوية كثيرة بدنا نشوف أنه أربعة منهم نتكلم حواليها القيمة الأولى مهارة القيادة القيمة الثانية مهارة بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين القيمة الثالثة مهارة الحوار القيمة الرابعة مهارة إدارة الوقت إذا بتشوفوا مهارة بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين مع الدرس الماضي المهارات الأخلاقية أو القيم الأخلاقية والسلوكية فيها إنه هو السلوك الإيجابي نحو البيئة هناك نتكلم عن بيئة هو نتكلم عن بشر مهارة بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين طيب الشرح والتوضيح خلينا نشوف الآن مهارة القيادة مهارة القيادة إيش عن القيادة؟ أو إيش عن مهارة القيادة؟ القيادة أو إيش مهارة القيادة؟ إيش معنها؟ الأمر الأول معناها طبعاً أنه القيادة هي محاولة التأثير في الناس لأيش حتى يحققوا الهدف المطلوب محاولة التأثير هي القيادة تأثير القيادة مش رئاسة القيادة يعني أنه بقود الناس طواعية الناس بصير تنجذب لهذا الشخص بسبب إيه بسبب إمكاناته بسبب مهاراته بسبب أخلاقي لأسباب كثيرة جداً بتنجذب له لما تنجذب لهذا الشخص يحكي لهم كلام يتبعون لذلك يوجهه مهارة القيادة أنه كيف أكون أنا عندي مهارة بالقيادة أني بحاول التأثير بالناس مش أن أوجههم كيف يحققوا أهدافي هذا هو واحد الثاني أنه مهارة القيادة من القيم المهارية العالية مهارة القيادة شيء عالي القيادة قيادة الناس ليس مايس لايس بوظفه وناس بصير رئيس بصير وزير بصير كذا وبينه قوانين بنفذها لكن القائد بمسك قلوب الناس ويجذبهم طيب مهارة القيادة من قيم المهارية العالية ليش لأن الإنسان لا يصل إلى تحقيقها إلا إذا امتلك عدة أمور واحد أنه امتلك شخصية بتتمتع بالمسؤولية أنه بحس أنه أنا مسؤول عن كل شيء مسؤولية وإذا وقع نقص بحس أنه لازم أنه أجبر وإذا أنه صار إشي بحس أنه لحمل عليهم اثنين إلو ما عرف بالآخرين الناس بدي يقودهم بدي يعرفهم يعرف طباعهم أخلاقهم أشائرهم أسماهم كذا إلى آخرين ثلاث أن يكون حريص على نفحهم على نفحهم ومنفعتهم يكون حريص دائما أنه يجلب لهم الخير أنه يجلب لهم الخير ويبعد عنهم الشر إذن هذه يعني بعض صفات القائد الناجح وراح يجب معنا كمان شوية صفات الأمر الثالث الأمر الثالث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وحسن لمن بعده في فن القيادة قد وحسن وبظهر هذا بعد تعمل الأمر الأول أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أخلاق القائد الناجح كولئة يعني إذا بدنا نبحث الآن تروح على دورات القيادة وسأصير يجيبولك صفات القائد الناجح راح تلاقي هذه الصفات مطبقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تم تطبيق صارخ ووضح مثل الشجاعة اللناس العدل لا يوازيه أحد في العدل الصبر كان النبي صى الله راح ييئس الحزم مع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزم في القرار ويحزم في الحكم ويحزم مثلا من أمثلته أنه لما دخل مشان يلبس يعني يلبس لباس الحرب للخوض المعركة في أحد الصحابة تندم وقال يا رسول الله احنا رغمناك على رأيه وانت ما بدكيها يا رسول الله خلاص احنا خلاص بدنا نقاتل في المدينة فقال ما كان لنبي إذا لبي سلامة الحربي أن يضع هذا اللباس حتى يفصل الله عز وجل بينه وبين عدوه نزاهك النزيه نباقه شورى حسن التعامل كل هاي الأمور أو كل هذا الصفات هي بالإضافة اللي قبل ذكرناها اللي تمتع شخصية تمتع كلها من صفات وإخلاق القاعد الناجح وهذه الصفات وهذه الأخلاق كانت سبب في حب الناس واغتداهم بالنبي صلى الله عليه وانشوفوا عنده هذي الأمور وشوفوا عنده هذي المهارات صاروا يؤقتدوا فيه جذبه هو مجذب النبي صلى الله عليه الأمر الثاني أيضا بظهر أنه كان النبي صندوق حسن أنا لمن غيره أنه النبي صلى الله عليه drink اعتام تربية الصحاب على مهارة القيادة والمسؤولية ما رب عبيد ولا رب اتباع رب قادع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ردت على الصحابة دائماً كلكم راعاً وكلكم مسؤولون عن رعيته أنت راعوا تحتئي إيدك في ناس وتحتئي إيدك في أمانات وستسأل عنها سيسألك الله عز وجل عنها وربما يسأل عنه الإنسان كذلك في هذه الدنيا فلذاك إذا مننظر بعد وفعت النبي صلى الله عليه وسلم كان عشرات بل مئات الصحابة مستعدين لقيادة الدولة الإسلامية مستعدين لقيادة الدولة الإسلامية ابتداء من أب بكر إلى عمر إلى عثمان إلى علي إلى سان بن أبو قاصل عبد الرحمن بن عوف إلى غير در كل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنه ومارضاهم كان عندهم استعداد لو وكلت إليهم الدولة الإسلامية أن يديروها خير إدارة المهارة الثانية مهارة بناء العلاقات الهجابية مع الآخرين طبعاً يجي سؤال في الوزارة أن تتضمن هذه المهارة كفايات ينبغي على المسلم أن يمتلكها طبعاً ذكا طلبوا كفاية واحد منهم إذن واحد أن تتضمن هذه المهارة وقلت مهارة بناء العلاقات الهجابية مع الآخرين أجل تتضمن كفايات؟ أقول واحد القدرة على فهم الآخرين ومنطلقاتهم بفهمهم بفهم منطلقهم بفهم هدفهم بل محها بل قطها بالإشارة هذا هو القائد اثنين حسن التعامل كمان معهم حسن التعامل سواء أنه عرف أنه أهدافهم نبيلة أو أهدافهم خبيثة يحسن ويتقن التعامل معهم اثنين أو بعض فالسيرة النبوية توجيهات كثيرة لحسن التعامل مع الناس لأن هذا صفات قيادية حسن التعامل مع الناس من ذلك مثلا طلب كمان سعى الوزارة أنه يذكر أمر واحد على بناء العلاقة الإجابية مع الآخرين مثل واحد حسن النبي صلى الله عليه وسلم الناس على نشط السلام بينهم السلام بيجذب المحبة والقائد المفترض أن يكون محبوب لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينهم السلام يؤدي للمحبة والمحبة تؤدي للإيمان والإيمان يؤدي لأيه إلى دخول الجنة إذن هذا الأمر الأول هذا سؤال يجيب الحديث النبوي الشريف يذكروه بسؤال ويقول أذكر توجيه نبوي من خلال هذا الحديث لحسن التعامل مع الناس أو لبناء العلاقات الإيجابية مع الناس أو مع الآخرين يقول أنه نشر السلام بينهم حفظ النبي السلام على نشر السلام بينهم إثنين دعوته وصل على سلم إلى الاستئذان قبل الدخول إلى البيوت هذا أيضاً بنشر يجعل الإنسان يشعر بالمسؤولية يشعر بالحياء القائد عنده حياء أنه لا يدخل ولا أن يكون ثقيل الظلع على الناس إنما يدخل يستأذن لذلك يقول النبي صلى من الاستئذان ثلاث فإن وذن لك ولا فارجع طرقت الباب مرة الثانية الثالثة ما حذر أن عليك ارجع حتى لو أدعني اعتذروا منك ارجع بكل أريحي في بعض الناس بروح الباب إذا ما أرد علي الباب بصير صامر إذا ما أرد علي السلام بروح ونطفع الشباك هذا الكلام كله غلطه هذه من صفات الاعتباطيين أما القائد الناجح فهو الذي يتمثبت لهذه الصفات الأمر الثالث أيضاً مظهر الثالث أو مثال ثالث أو نموذج حثه نبياً صلم على البشاشة في وجوه الناس القائد دائماً بدي يكون بشوش البشاشة في وجوه الناس إذا كنت تبسمك في وجه أخيك لك صدقة التبسمة بخل الناس تحبك والكشرة بتخلي الناس تكراك لذلك مستحيل يكون إنسان والله كشره قائد القائد بدي يكون يحسن التعامل مع الآخرين أيضاً المثال الرابع أنه أمر النبي الله سلام بزيارة المريض وطبع أنا عليه لما تزور مريض وتفاجئوا بهذه الزيارة المريض ما بنسارك إياها معروف ما بنسارك إياها لذلك تقود قلبه إلى محبتك الأمر الخامس مثلاً من الأمثلة المرونة في التعامل وتجاوز الزلات والرفق والليل تكون منع تتجاوز عن الأخطار تكون عندك رفق تكون عندك لين في التعامل مع الآخرين لذلك يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب بالناس لك قال ولا وكنت فضلاً غليظ القلب إن فضوا من حولك إذا بتكون فضل غليظ القلب إنسان فض عندك فضادة بتعامل مع الناس بالسيء بالسوء الناس راح تنفض من حولك راح تنفر منك وش راح تيجيك لذلك كيف جاءوا إلى الله جاءوا بالرحمة الآية الكاملة الله بيقول فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم يعني كنت لين ولو كنت فضاً غليظ القلبي لن فضوا من حولك المهارة الثالثة من القيم المهارية في السير النبوية مهارة الحوار مهارة الحوار لو بدنا نوضح هذه المهارة منوضحها عبر عدة نقاط النقطة الأولى الحوار هو الوسيلة الأساسية للتواصل سواء أنه بين أب وأبنائه بين الأم وأبنائها بين زوج زوجته بين جار وجاره بين الملك والرعية بين المدير واللي تحته بين المعلم والطلاب بين الطلاب بعضهم حتى نتواصل لا بد من الحوار والحوار مش شرط أنه يُعقد إليه جلسات حوار إنما حوار لما أكون بتكلم معه بتكلم معه هذا حوار أصلا لما تروح الدكان تطلب وتقول كم هذا ويرلت عليك وتقول آه بدي أشتر وتتفعل ويرطيك مصر هذا حوار هذا كله حوار إذن الحوار من آداب من آداب وفنون الحوار مثلاً أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترم من يحاوره ويكلم من غير شتم ولا سب ولا إذا كان يحترمه يقدره حتى لو كان كافر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش ولا البذي ابحث في تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا طعن ولا لعن ولا تكلم كلام فحش ولا تكلم بالبذاء صلى الله عليه وسلم ثلاث واربعين ثلاث وعشرين سنة في الدعوة وفي النبوة ما تجد له كلمة وقبل النبوة أربعين سنة لن تجد له كلمة طعن ولا كلمة سب ولا كلمة شتيمة ولا غير ذلك ليس المؤمن بالطعان ولا اللعن اثنين الأدب الثاني والفن الثاني كان يستمع جيداً للآخرين من دون مقاطعة وكان يحترم عقول الناس يدعم آراء بالحجج العقلي يدعم الآراء الرأيي يعطيك حجة عقلية مثلاً اجي الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني اذن لي بالزنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوفوا كيف فضل الشاب اجي لأعلى مقام في الدولة الإسلامية وأعلى مقام في الدين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وما استحمل وقال يا رسول الله ايه ذن لي بالزنا زلم يعني هذه الأمور عندي مسلمات ايه ذن لي بالزنا النبي صلى الله عليه وسلم حاوره بالحقل أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لابنتك أترضاه لعمتك أترى أترضاه لخالتك قال لا يا رسول الله قال ولا الناس أرضونه لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم ثم أدناه النبي صلى الله عليه وسلم منه ووضع يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحص الفرجة فألم يعود الشاب بعد ذلك يلتفت إلى شيء من هذا ولا كان بإمكان أن يصنق الخذق له الهدب والدلي على الحبس وقيمه على الحد لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه باللطف واللين سمع كلامه حتى لو كان كلامه يعني يؤذي القلب ويؤذي المسامع ودعم النبي صلى الله عليه وسلم أرى وبالحج وأقنع الشاب والتالي الشاب راح وما فيه بقلب ولا أي شيء من قضايا الزناء النقطة الثالثة أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الحوار حتى مع غير المسلمين مع غير المسلمين اتبعوا باللطف واللين هذا أسلوب حوار إذن اللطف واللين موحدة من آداب الحوار من ذلك أنهم حاولتوا صلى الله عليه وسلم مع مشركي قريش وحرصوا الشديد على هدايتهم حتى أرهق نفسه في سبيل ذلك أرهق نفسه تعب نفسه صلى الله عليه وسلم في سبيل أن يدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى وكان يسمع لهم وهم يقولوا له اترك دينك ويعني مندفع لك اللي بدك إياه ومنعطيك اللي بدك إياه وإذا بدك ملك منعطيك ملك كمان على قريش بس أهم شيء اترك الدين هذا اللي جبتنا إياه وكان يسمع لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصمت وينصت ولو طفلين وبعد ذلك تكلم لهم صلى الله عليه وسلم بالحجج حتى أنه صلى الله عليه وسلم أرهق نفسه وأتعب نفسه في سبيل ذلك والله عز وجل قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا والبخع يعني مرض برقاب الجمال بصير الرغبة الجمال نازل لاتحت والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نازل لاتحت من الهم على مشركي قريش ليش مش راضين يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى وأنا بتعامل معهم بأحسن التعامل طيب المهارة الرابعة مهارة إدارة الوقت مهارة إدارة الوقت لو بدي أقول لك وضح ذلك مثلا أعتنى الإسلام بتنظيم الوقت وضح ذلك أو بقول لك من مظاهر ذلك مثلا من مظاهر اهتمام الإسلام بالوقت واحد أنه جعل العبادات في مواقيت معلومة لا تصح إلا بها ما قال كل يوم عليه خمس سروات ونتهى ولا قال بس أن الصوم شهر ولا قال بالحج بالحج يعني بالسنة في حج ولا 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 شيء نظم كل شيء يقول لك سروات إن الصلاة كانت على المؤمنين كذلك موقتها كتب عليكم السنة وكما قتبها شهر رمضان الذي منزل فيه تمام؟ الحج التاسع من ذي الحجة كل الناس تكلها لجب العرفات إذن نظر جعل العبادات في مواقيت معلومة لا تصح إلا بها هذا اهتمام الإسلام بالوقت اثنين اعتبر الإسلام اعتبر الإسلام الوقت أمان يسأل عنها الإسلام يوم القيامة يقول الإسلام لن تزول قدمها عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها قال وعن شبابه فيما أفناء وعن شبابه وقت وعن عمره وعن عمره فيما أفناء وقت العمر هذا الوقت وين أفنيته وين راح الأمر الثالث مظهر ثالث أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنظيم الوقت واستثماره بما يفيد دعا أنه نغتنى النوقت نستثمره بالفوائد وما نضيعه ولا نفرض فيه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس كله بتعلق بالوقت قال شبابك قبل هربك وقت شباب قلنا تكون ختيارة تنوي الآن وصحتك قبل ساقمك قبل ما تمرض والنت الآن صحيح قوي وغناءك قبل فقرك قبل ما تفقر وانت غادس تثمر مالك وفراغك قبل شغلك الفراغ قبل اللي وحمس عنده أشغال وراسه يتعبه كله خطط وأشغال وعمصره استثمرها قاله وحياتك قبل موتك الحياة كلها بدنا نستثمرها طيب هذه المهارات اللي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يجيب لنا سؤال مثلا قاله وصلى الله سلم اقترم خمسا قبل خمس شباب قبل هربك ما المهارة الملقمة المهارية التي يدل عليه الحديث اللي هو الشريف قبل مهارة إدارة الوقت وغيرها من الآيات لأنا بستثمرها في كل عنوان من العنابي لو بدنا النقطة ألف قبا اللي هي جعل العبادات في مواقف معلومة تسح الله بها واعتبر الوقت أباني يسألها الإنسان علل ذلك أو بقول اهتم سؤال بصيغة ثانية اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بمهارة إدارة الوقت علل ذلك بصيغة ثانية اذكر ثلاثا من ثمار أو فوائد أو آثار تنظيم الوقت أو فوائد إتقال مهارة إدارة الوقت كله نفس الجواب هذا كله نفس الجواب واحد لأنه يساعد على الموازنة بين الأهداف والواجبات هدف الواجب شو يسوي الواجب الواجب بيخدم تحقيق الهدف بيأدل تحقيق الهدف بيوزن الإنسان بين الواجبات وبين الأهداف اثنين يؤدي إلى سرعة إنجاز العمل إدارة الوقت تنجز العمل سرعة الإنجاز أما لما يكون فوضى بصير بدك تخب من هنا شوية يعني مثلا الدراسة إذا نظمت وقت بالدراسة والله مثلا مادة التربية الإسلامية مثلا بدها كل يوم مني مثلا نصف ساعة مادة الرياضيات بالتسعة ونص والنصف ساعة هذه بتقرهها من الساعة كذا للساعة كذا بتلاكي في عندك سرعة إنجاز أيضا يؤدي إلى تقليل الأخطاء يؤدي إلى تقليل الأخطاء يجي سؤال في وزارة التربية في الوزارة للتوجيه طارم بين القيم المهارية والقيم الأخلاقية والسلوكية من حيث ما يتعلق به كل منهما طبعا إذا هذا السؤال أنت ما قدرت تجاوب عليه كويس دائما التفريق طارم بين كذا وكذا جيب التعريف اكتب التعريفين ومنك تنتهي القضية لكن الإجابة النموذجية إلى هذا السؤال منقول أولا القيم المهارية تتعلق بالإمكانات المكتسبة لدى الإنسان اثنيا القيم الأخلاقية والسلوكية تتعلق بالمعايير التي توجي سلوك الإنسان وتحدد علاقته بالآخر ضع دائرة هذا أيضا سؤال يدل القول النبي صلى الله عليه وسلم أكتب خمسا قبل خمس على مهارة مثل قيادة بناء العلاقة الإيجابية مع الآخرين حوار إدارة الوقت هذا هو الجواب كما ترون ما إلا هو إدارة الوقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأيكم إلى ما فيه رضا والحمد لله رب العالمين